التسعى بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناع ومحافظ البنك المركزي وخلال الاجتماع تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادي وتقييم تداعيات ناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقض الأجنبي من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي خلال الفترة الحالية والمستقبلية في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلعي عالميا عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطات الشحن للسيارات الكهربائية وأشر مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية وأعداد البنية الأساسية اللازمة لها وأوضح مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تعميق التصنيع المحلي للسيارات من خلال أقرار مجلس الوزراء مؤخرا للإستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات والتي تضمنت حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدة محافظات بإجمالية 3000 نقطة شحن في هذه المرحلة سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وذلك في مستهل زيارته الحالية لإندونيسيا وفي ثالث محطات جولته الأسيوية هذا وتناولت الرسالة مجمل موضوعات التعاون الثنائي وأطر التعاون المشترك بين البلدين وصب التعزيزها بما يتناسب مع تطلعات البلدين فضلا عن تناول الجهود الجارية للأعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب سبع عشرين وأعرب شكري خلال اللقاء عن تطلع مصر لأعطاء المزيد من الزخم لكافة أوجه العلاقات بين البلدين وكذلك أهمية مواصلة التشور بين البلدين على ضوء الرغبة في تنسيق المواقف بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين أعلن وزير الدفاع البريطاني بان والس خلال زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو أن بلاده ستنشر أحدث منظوماتها للدفاع الجوي الصاروخي المتوسط المدى في بولندا وأكد والس بعد اجتماع مع نظره البولندي ماريوس بواشتاك أن بريطانيا تتضمن مع بولندا كحليف في حلف شمال الأطلسي وحليف قديم مشددا على أنها تتحمل الكثير من أعباء تبعات هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأضاف والس أن بريطانيا ستقف إلى جانب بولندا وتحبي مجالها الجوي من أي تهديد روسي قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا إن بلاده لن تطرح للتصويت اليوم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا وأضاف نبنزيا خلال كلمة أمام مجلس الأمن أن روسيا قررت في هذه المرحلة أن لا تطلب التصويت على مشروع القرار لكنها لن تسحبه متهما الدول الغربية بممارسة ضغوط لم يسبق لها مثيل على أعضاء المجلس الآخرين لعدم تأييد المشروع قالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روسماري دي كارلو أمام مجلس الأمن الدولي إن أكثر من 700 مدني بينهم 52 طفلا لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية مضيفة أن العدد الفعلي للضحايا من المرجح أن يكون أكثر بكثير وأضافت المسؤولة الأممية أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مأهولة بالسكان واشددت روسماري دي كارلو على أنه لا يمكن إنكار حجم الخسائر في صفوف المدنيين ودمار البنية التحتية المدنية في أوكرانيا أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 2416 إصابة جديدة مؤكدة بفارس كورونا وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1904 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض وهي حالات لا تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة وبذلك يكون بر الصين الرئاسي قد سجل 126234 إصابة مؤكدة هذا ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي ثابتا عند 4636 وفا أما رياضيا فيواجه الأهلي اليوم فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دور أبطال إفريقيا ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب المجموعة بأربعة نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال السوداني ومواطنه المريخ أصحاب المركزين الثالث والرابع فيما يحتل الصين داونز الجنوب الأفريقي صدارة جدول الترتيب بعشر نقاط نهاية مجزة تسانع والاستكبال باقي فقرة صباح خير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر